ما بعد المكابرة والتحدي الطويل والتهديدات الفارغة بالحرب إلا انكفاء يلوم كفاء وأذرع مدة على حين غفلة من الزمن فإذا بها تتأكل في أعين الكثيرين بدأ النظام الإيراني يهوي بعد أن وصل إلى ذروة طموحه واستطال أكبر من حجمه فمنذ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني مطلع العام الحالي بدأ طهران تقلم أظافرها في المشرق العربي وتحول استراتيجيتها من ورم آخر بالتضخم إلى استراتيجية تحوي على مقاربات سياسية وعسكرية في ظل الظروف الاقتصادية نتيجة العقوبات الأمريكية وانتشار فيروس كورونا الولايات المتحدة شرطي العالم وطهران الغارقة بأحلام الإمبراطورية خففتا من حدة التوتر بينهما خلال الفترة الماضية بالرغم من بعض المناوشات في الخليج العربي والعراق وسوريا بل أكثر فالطرفان كما يرى كثيرون يريدان الإبقاء على الأقل على قنوات الاستصال مفتوحة ومن ذلك الحديث عن إمكانية الإفراج عن أمريكيين تحت جزهم طهران النفوذ الخارجي يعد في إيران بدرجة من الاهتمام كبيرة جدا يظهر ذلك جليا بمحاولتها ملء الفراغ الذي تركه سليماني عراب جميع ميليشياتها من بغداد حتى دمشق وبيروت وصنعاء وبات ذلك أكثر وضوحا عندما أسندت قيادة الميليشيات في العراق إلى حزب الله اللبناني الذي فشل فيما يبدو بمهمته مهمة سليماني ليست على مقاس القائد الجديد لفيلق القدس إسماعيل قاني يشهد على ذلك استمرار الصراع بين الأحزاب على رئاسة الحكومة وفشله بفضل النزاع عندما زار العراق أقتهى ثم انتهت إلى مصطفى الكاظمي الذي تحول في تصنيف الميليشيات من عميل إلى وطني يندرج هذا ضمن تفاهم أمريكي إيراني أدى لتسن من رجل رئاسة الحكومة على أن تبقى بعض التهديدات والقصف أحيانا انتفاق مطارئ فإن الظهران علت بسقف أحلامها حتى ارتطمت بواقع لم تتصورها قد تكون إحدى أهم شواهده ثورة تشري